السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا كويسين وبخير يسعد الله اوكادكم حباي بقلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن برج السرطان برج السرطان عشان مصداقية القناة بتاعتك التاريخ النهاردة 10 ديسمبر ان شاء الله بإذن الله دي توقعات الايام اللي جاية كلها عايزك تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام ولو بتعاني من حسد او من حسد او من سحر او من قرين او من تبيع اكتب تمه يوصلك لينك قناتنا التانية اللي هيكون عليها العلاج بفضل ربنا سبحان الله وتعالى كل المطلوب منك بقى يا برج السرطان ان انت تقول ورايا اللي انا هقوله ده اللهم فرحة كفرحة يعقوب يوسف وبشرة كبشرة زكريا بيحية يا بشاير الخير كوني كقميص يوسف يلقي علينا قولوا امين بنية قضاء حاجتكم وبتحقيق الامنية بتاعتكم وان شاء الله بإذن الله ربنا يجبر بخاتكم عشان انتو محتاجين الدعوة الحلوة لحياتكم اخر الفيديو هنشوف رسالة ربنا ليك ويلا بينا نشوف توقعاتك الايام اللي جاي بسم الله طيب ايه كمية الحزن اللي انت فيها دي كمية الحزن دي من الديون اللي عليك ولا من الطغط النفس اللي انت بتمر بيه ولا من عرقيل ومشاكل وحسد قولي بقى عندك خان او ديئة حاليا بتمر بيها حاليا بتمر بخان او ديئة من ناس في حياتك عندك خبر هيجيلك والخبر ده هيكون من انتصاب او هيكون من رزق بالك مشغول وبتخطط كتير بس خلي بقلك كل اللي انت بتخططله هيظهر حد في حياتك هيقلب حياتك فقاني تحته هنا هتتخلص من الطاقة السلبية وهتدخل في طاقة ايجابية وهتلاقي دعم من حد هيدعمك وهيقف معاك بس انت عندك حيرة وخوف خايف الليومين دول انت خايف خايف من حاجات كتيرة جدا بالك مشغول بها وفي نفس الوقت عليك ضغط نفسي والضغط النفس ده من حد مقرب عندك عايز اقولك ان انت تخلي بالك من شخص هيحاول يقرب منك لهدف وطبعا انت معروف عنك ان انت نيتك طيبة جدا في امور هتتبدل ومن الفترة اللي جاية حد هيدخل حياتك هيقلب حياتك فقاني تحتاني زي ما قلتلك بس انت عندك هنا تأجيل امور ليه؟ ليه عندك تأجيل امور كل ما بتقول هانت بترجع اسوأ ما كانت ليه؟ ما كنت نفسيتك كويسة بس انت اللي تعبك الديون وانا دايما اقولك الديون اللي عليك هي اللي تعباك عندك ترقية في مجال شغلك او مجال عملك عندك هنا كمان خوف من المستقبل ليه خايف من المستقبل؟ مش كل حاجة بمشيط الله اجمل فترة الفترة اللي جاية هتقضي كل رغباتك بس انت دايما بتعاني من الحسد ألم وصداع مستمر والفلوس دي متبخر ما فيش فلوس بتقعد معك أبدا حد هنا اسألك بكلام وبإهانة وانت سكت يا هل ترى انت ساكت ليه؟ بتفكر كويس ولا ناوي على ايه؟ عندك ثلاث أشخاص هيدخلوا حياتك في منهم واحد نيته صفية وبيحبك وفي منهم واحد هتلاقيه بيحاول يأذيك فياريت تخلي بالك من نفسك كويس جدا عشان انت مش ناقص انت اللي فيك مكفيك ولا محتاج ضغط ولا محتاج تسمع كلام يدايك او يزعلك انت محتاج بس طبطبة لا اما الطبطبة علي لا اما تمشوا وتسجوني في حالي ده اللي انت بتفكر فيه حاليا عندك فرحة هتدمع ليها العين مناسبة حلوة امور حلوة خبر حلو الله اعلم بس اقدر اقول ان انت عندك مناسبة هتدمع ليها العين والمناسبة دي هتدخل على حياتك كده هتحس ان دي عوض من عند ربنا علشان انت تعبت الايام دي جدا طيب طيب يلا نقول ان انا عايزاك تمسك في الخشب امسك في الخشب والحاجة اللي انت خايف منها باذن الله هتتبدل عندك فرحة وارادة قوية اليومين دول انت هترتاح نفسيا استقرار نفسي ومادي بس بلاش تتكلم عن حالك في هنا امور بتفكر فيها بطريقة سلبية بدل طاقتك عشان طاقتك هتكون ايجابية ابشر ابشر عشان انت عندك تغيرات بس الحظ الحلو اللي هيلعب معك دور كبير الفترة اللي جاية دي هتكون حلوة جدا وبسبب الاشخاص هيساعدوك وهيدعموك وهتتخلص من المصاريف اللي عندك في هنا كمان تغيير جزري عتبة او مسكة او ممكن يكون خبر حم الله اعلم شاي الهم هم كبير وتقيم في طريق هيتفتح قدامك بسهولة جدا عايزك تخلي بالك منه عايزك تخلي بالك من الطريق اللي هيتفتح قدامك بسهولة مش هيكون ولا على البال ولا على الخاطر ومن بعد الطريق ده هتستقبل احداث فياريت تخلي بالك من نفسك واحذر من اشخاص علشان تحرر نفسك منهم تحرر نفسك منهم فيه كمان هنا علاقات متبادلة والعقبة اللي قدامك هتنتهي على خير فيه موضوع هتحط فيه كام نقطة وعندك هديتين حد هيجبهم لك او انت لو تجيب هديتين لحد فيه هدايا عندك هتتبدل عندك شخص من العيلة دايما واقف ضدك واقف دايما ضد كلامك مسبب لك مشكلة كبيرة في حياتك اركنه على جنب عشان انت هتسافر واللي انت منتظره هيحصل والخبر اللي منتظره منه خبر محامي او من حد من محكمة الخبر ده هيكون حلو برضو ديك بس انت متشائم متشائم وخايف عشان دايما بتسمع كلام يزعلك واخد على خطرك من ناس ما كنتش متخيل في يوم من الايام ان هما يطلع منهم كده طيب ليه مندفع وبقيت عصبي فيه اندفاع عندك وقلت ثقة فيه حد هنا بحاول يستغلك انت نفسك 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 في عوض يعني انت نفسك ربنا يعوضك عن كل اللي انت شفته علشان انت شفت كتير شفت كتير جدا في حياتك من ظلم لأسى لمشاكل لعركية فالايام اللي جاية فيه تبديلات انت روحانياتك عالية واحساسك عالي جدا واللي بتظلم وبيتحقق واللي نفسك فيه بتلاقيه حصل بس فاكد الامل في حاجات فاكد فيها الامل بالسبب اللي شفته والخزلان اللي وقع عليك فما تقلقش خالص ربنا بيدبرلك بيدبرلك حاجات كويسة بس عندك الماضي تعبك جدا الماضي تعبك وقذيك بسم الله ماشاء الله اخبار حلوة جدا اخبار حلوة جدا جدا فيه كمان هنا طاقة طاقة فرق انا برددلك طاقات الفرق كتير ففيه عندك هنا تحسين تحسين على وضعك الماضي تحسين علشان خاطر انت محسود والحسد الشديد مخليك واقف ومش عارف تتصرف ازاي في الفلوس اللي بتكون معك بتتصرف من غير اي طريقة فانت الفلوس اللي في ايدك بتتصرف بتلاقي كده اطلعت لك حاجة صرفة كل الفلوس اللي معاك عشان كده هيكون عندك تغيرات وتبشرات فيه هنا كمان خروج من محنة ودي بس عندك أبراب كتير خلي بالك أبراب كتير خنتك وخزلتك يعني فيه أبراب كتير خنتك وخزلتك وقلبك مكسور بس بمشية الله انت عندك خاتم الخاتم ده خاتم خطوبة او زواك فيه خاتم او انت ناوي تنزل تشتري دهب فيه خاتم عندك انت منتظر واللي انت منتظره هيتحق بس أكتر حاجة بالك مشغول بها وضعك المادي وده اللي ظهرلك اوه عندك قلق وحيرة قلق وحيرة قلق وحيرة فيه ترغي رغي كتير هنا رغي كتير من واحدة ست وبسبب الكلام اللي انت بتسمعه دايماً بيكون عندك حالة تردد وتشتت مش عارف تاخد القرار بس عندك تعويض عن كل الخسائر اللي انت خسرتها فيه شخص قطعت علاجتك بيه الشخص ده ندمان جداً ندمان جداً وعندكم لم شمل فيه لم شمل عندكم والمشكلة والمشكلة اللي عاملكم ازمة هتتحل وفيه حاجات هتطلع منها فيه حاجات انت هتطلع منها وفيه حاجات انت ناوي تعملها برضو يعني انت فيه حاجات ناوي تعملها وفيه حاجات عايز تتخلص منها وبالك مشغول بحاجات كتير يعني انت عندكش بالك مشغول بحاجات كتيرة جداً حياتك دايماً كتاب مفتوح حياتك دايماً كتاب مفتوح بص النجاح الحلو والورق اللي هتخلص انت خدت فترة كنت تعبان فيها جداً يعني اقدر قولك ان انت خدت فترة كانت مليئة بالمتاعك وكانت فيه اشخاص بتحاول تأذيك وبتتكلم عليك من وراء ضهرك من وراء ضهرك حرف الام والا بيعملوا ايه في حياتك حرف الام ان وام الحروف دي بتعمل ايه في حياتك السبب الرئيسي الخلاف بينك وما بين الاهل او الشريك ناس بتتدخن ناس بتتدخن فانا كل اللي مغلبة منك ان انت تهديلي اعصابك علشان طول ما انت عصابك هادية كل ما انت هتكتشف حقيقة الاشخاص اللي في حياتك وعشان تكتشفهم بسرعة لازم تكون هادئ لازم تكون هادئ علشان هم هنا ازينك والازم بتاعهم شديد عليك فطول ما انت هاد طول ما انت هتاخد حقك ثالث وامتلت وهتقدر تعود كل الخصائر اللي انت خسرتها انت بتعاني من الجيوب الانفية بتعاني من مشكلة في وشك بتعاني بدوخة بصداع مستمر حل بالك بسم الله تسوية مشاكل هتساوي بعض المشاكل وبعض الأقارب هتخرجهم من حياتك وهتقطع علاقتك بهم بعض الأقارب هتخرجهم من حياتك وهتقطع علاقتك بهم انت هنا محتاج تغيير محتاج تغيير علشان خاطر انت نفسيتك تعبانة في هنا كمان حد الحد ده من على السوشيال ميديا هتتعرف عليه هتتعرف عليه وهيبقى فيه كلام بينكم برضو متربط انت اليومين دول متربط حاسس بتربيطة كده غريبة وبتمر بأزمة مدية جدا زي ما قلتلك الظروف عندك هتتحسن بس فيه خبر هتسمعه هيزعلك شوية الأقارب عندك تعبين في كمه الحكد والغل في كمه الحكد والغل عليك ومشكلته انهم مركزين جدا عليك مركزين جدا عليك مركزين جدا جدا عليك وده اللي ظاهر لك منهم ده اللي ظاهر لك منهم يعني هم مركزين عليك وبالهم مشغول بيه وبيحبوا يعرفوا كل حاجة تخص حياتك عشان خاطر يعرفوا انت بتاكل ايه وبتشرب ايه وحسدينا خلي بالك هم محسدينا رغم ان انت ما عندكش ايه حاجة تتحست انت فعلا الايام دي فاقت بس برضو بتقول الحمد لله على كل حاجة مقصة في حياتك انت بتقول الحمد لله وراضي وساكت وده اجمل ما فيك ان انت دايما بتشكر ربنا حتى على حاجات مش موجودة يعني حاجات مش موجودة في حياتك بتشكر ربنا بتقول انا ليه يا رب كريم طول ما ربنا موجود ربنا اكيد في يوم من الايام هيدين اللي انا محتاجه بس عايزاك تبطل العصبية اللي انت فيها تبطل العصبية والمواجهة اللي انت هتكون فيها تخلي بالك تخلي بالك منها علشان خاطر هم اصدا ايدين ان هم يضيقوك اصدين ان هم يقولوا كلام يزعلك ويخليك تطلع اللجواك وانت معروف عنك ان انت تقيق ما بتعبرش عن اللجواك بسهولة فعشان كده ما تدهمش الفرصة ابدا خليك زي ما انت واسك من خطواتك وواسك من حياتك وطول ما انت واسك من هدفك هتوصل وهتوصل جمال في كمة العليا ايه الجمال ده وايه العسل ده عاطفيا عاطفيا فرح القلبك فرح القلبك بطريقة كبيرة بس انت تعبان في حياتك علشان انت دايما صاحب مده ودايما انت مختلف عن الاخرين وعشان انت مختلف عن الاخرين دايما بتبقى حظك قليل حظك دايما قليل عندك علاقة مع برج الحوت ولا برج الجوزاء في علاقة عندك او برج الجدي حل بالك عشان خاطر يعني ايه تسوية المواضيع وما تخليش اي حد يتدخل معاك ما تخليش اي حد يتدخل في حياتك عشان خاطر المشاكل انت معروف عنك ان انت حساس جدا وبتاخد كل حاجة بحساسية فيه شخص عايز ينتقم منك رغم ان انت ما عملت لهوش اي حاجة يعني انت ما عملتش مع الشخص ده اي حاجة بس عايز ينتقم منك وانتقاموا ليك حجدوا غلب انتقاموا ليك حجدوا غلب عايز اقولك ان ربنا هيكرمك بناس شبهك ربنا هيكرمك بناس شبهك ناس تحبوهم ويحبوك ويقفوا معاك ويدعموك وهيفك قربك وهيعوضك بإذن الله عن كل دمع انت شفتها في حياتك وعن كل وجع انت شفته هو ده اللي انت محتاجه في حياتك سمعت كلام كتير وخلي بالك عندك مواضيع شغلة بالك ومسبب بالك الحيرة والقلق وقلة النوم وممكن انت كمان تكون راحة الشيخ وقالك ان انت عندك سحر خلي بالك وعملت حاجات كتيرة جدا مفيش اي فايدة وعشان كده في واجع في جسمك في لقاء هنا اللقاء ده هتتعرف على ناس هتحبك وهتحبك جدا كمان لو انتوا حامل او انتوا مستنيين حامل ففي عندكم ولد مولود باذن الله هيكون ولد ان شاء الله بفضل ربنا طيب بسم الله طال انتظارك طال انتظارك وربك هو اللي قادر انه يديك الامنية اللي بالك مشغول بها حاليا وبترددها في بالك ربنا مرتب لك الفرحة اللي انت بتحلم بها خلي بالك فما تقلقش انت هنا قاعد مع نفسك وحزين وقافل باب قطك على نفسك ومش عايز تتكلم مع حد ولا حد يتكلم معك صح الكلام ده انت كنت شخص اجتماعي وانت بتتكلم واتعبر عن كل اللي جواك بس بسبب اللي انت شفته اتغيرت اتغيرت مية وتمانين درجة بسم الله ايه التعويض الحلو ده لا قد كده تفشر تعويض حلو هم الربين يعني كراكتك كلها تحفة انا مبسطة جدا بكراكتك بس بلاش الهم اللي انت شاير ارميل الهم وورا ظهرك وركز عندك اخبار حلوة عندك انفراجات محدش خالي من الاوجاع انت فقدت حد دمعتك نشفت من كتر العياط عليه بس هتفضل لحد امتى كده هتفضل لحد امتى كده عندك علاقة مع برج ناري مسببلك ألم مسببلك ام ألم ألم غير طبيعي بس ما تقلقش ما تقلقش ربك قادر على كل شيء ربك هو اللي هيكرمك من حيث لا تحتسب طيب احلام مزعجة احلام مزعجة عندك ليه ما انت كنت كويس وكنت ماشي كويس طيب عايزك تحصن نفسك عايزك تحصن نفسك اول باول ليه ليه جاي على نفسك قولي جاي على نفسك ليه ايه الحاجة اللي انت دلوقتي نفسك تعملها في حاجة انت نفسك تعملها دلوقتي بكل المواضيع نفسك تعمل الحاجة دي جدا بس كل ما ببت يعني خلاص بتلاقي نفسك رجعت الورا شوية ليه ما تعمل الحاجة اللي انت عايزها على طول من غير تردد ولا تفكير ايه فيه طاقات فرغ عليك ايه وفيه حظ حل وما المالك بالك مشغول ليه البومة دي اعدالك اعدال ما تشغلش بالك بيها هي اصلا مورهاش حاجة غير ان هي تشوفك بتعمل ايه فلو انت بالك فضلت مشغول بيها هتسيب احتياجاتك وتسيب مستقبلك وهتضيع وقت عليها وهي دي اللي هي عايزها ما تشمتش حد فيك وانا دايما اقول لك كده ما تشمتهمش فيك لا اسك في هدفك وفي حلمك وصولك لهدفك هو هيكون بالنسبة لهم صدمة صدمة مختلفة فما تديش اي حد فرصة معروف ان انت عندك كذا شخصية شخصيتك دايما متقلقة دايما وصلت من نفسك ومن هدفك ودايما عارف انت عايز ايه وبتعمل ايه بس خوف خوف غير طبيعي من المستعبة وبتعاني من الحسد الشديد وان شاء الله بإذن الله ربنا يحفظك من الحسد والعين القوية اللي صايبوك ومساببالك كل العراقير اللي انت فيها عندك هنا توديع يعني هتودع حد ممكن تغير المكان تودع ناس انت بتحبها جيران تودع حاجات معينة في حياتك وفي امورك واقولك ان انت هكون عندك مناسبة انت معروف ان انت بتحب الالوان الغامع جدا يعني بتحب الالوان الغوامع وعشان كده هتجيب حاجة وهتحضر بيها ان شاء الله بس بلاش العصبية وبلاش ان انت كل شوية تعاني من الضغط نفسي على نفسك يعني بلاش تضغط على نفسك بلاش تضغط على نفسك وبلاش التشاؤم اللي زيادة عن اللزوم في تحسنات ومش عايزاكم تقافوا قدام المراية مش عايزاكم تقافوا قدام المراية أبدا عشان اللغبطة اللي عندكم اللغبطة والحيرة حسن حظ هيكون عندكم وفترة إيجابية وكمان راحة راحة حلوة جدا هتحصدوها بسم الله ما شاء الله كده فعلا تخافوا من الحسد فعلا كده تخافوا من الحسد الشديد عشان خاطر انتو هتوصلوا شوفوا انتو مستنيين ايه وانتو مستنيينه هيحصل شوفوا انتو عايزين ايه في اخبار حلوة وفي توقعات جميلة وفي نفس الوقت احداث بس بلاش تتكلموا عن اي حاجة تخص حياتكم وافتكروا الكلام ده كويس اي حاجة تخص حياتكم بلاش تتكلموا عليها عشان خاطر الكلام عاملك عركية عندك بصمة البصمة دي هتكون بصمة شفاء بفضل ربنا سبحان الله وتعالى طقاط وخروج من هموم وخروج من حيرة وهتلاقي الحاجة اللي انت مستنيها في حياتك هتحصل عليها فشوف انت مستني ايه عندك شفاء مرض وخروج من الازمة المادية اللي انت فيها لفرغ لفرغ وراحة نشوف بقى رسالة ربنا ليك طيب قبل ما نشوف رسالة ربنا ليك عايزت تحط امنية دلوقتي ببالك حط امنية دلوقتي حالا في بالك ونشوف الامنية برسالة ربنا ليك وان شاء الله باذن الله تكون من نصيبك الرسالة الحلوة علشان خاطر انت فعلا محتاج اي حاجة توصلك لهدفك او محتاج اي حاجة ان شاء الله باذن الله يخليك تطلع من الخلقة والديقة اللي انت فيها نشوف بقى رسالة ربنا ليك بسم الله بسم الله ما شاء الله طيب ابشر بقى اوعى تايقس جبرت على الابواب هيكون ليه كل اللي انت بتتمناه من نصيبك باذن الله تعالى ايه رأيك بقى انا بجد الرسالة اتهشتني بجد الرسالة دخلت قلبي طب دخلت قلبك اتمنى لك السعادة اتمنى لك الهنى يا برب السرطان اتمنى لك الفرحة والتغيير وكل ما هو جميل يكون لرضاء حكتك وكضاء حكتك بإذن الله انت قلبك طيب وده اللي موقعك في مشاكل مخليك عاجز عن التعامل مع بعض البشر فيه فرحة وفيه خير جاية وفيه رز هيعوم على حياتك الأيام اللي جاية بإذن الله بفضل ربنا لو بتعاني من كورين او من سحر او من تبيعة او من اي حاجة اكتب تمه عشان يوصلك لينك كناتنا التانية اللي هيكون عليها العلاج بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى تحياتي لك واتمنى لك الخير اشتركوا في القناة